بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مبعوث رحمة للعالمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من تاريخ الحديث الذي خصصته في هذه السلسلة بالحديث عن احتلال الإنجليزي لمصر وكنت تحدثت في الحلقة الماضية عن أزمة شديدة نشأت بسبب إصرار العرابيين في محاكمة الضباط الشركس وإخراجهم من البلد ونفيهم وفي تجريد من رتب وفي إصرار خداوي على حل وسط وهو نفيهم لكن لا يجردون من رتبهم مشكلة تافهة في الحقيقة في النهاية يعني الخلاف ما كان يستدعي هذا كله ولو قبل العرابيون بالنفي لانتهت المشكلة و حموا البلاد من أخطار كبيرة جدا ساقت بعد ذلك لأن تحتل مصر ويرهى المستقبلها الأكثر من سبعين سنة قادمة لكن هذه بعض الأخطار سأتي عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى وصلنا إلى نفق مظلم هذا يرفض وذاك يرفض وبدأ الأوروبيين يتخوفون وبدأ الخديو نفسه يحرد بريطانيا على عرابي ويقول إنه إذا تمكن أكثر سيطردكم من مصر وأنه يكره الأوروبيين وأنه وأنه بدأت نذر مشكلة تظهر في الأفق هنا في ذلك الوقت أرسلت بريطانيا وفرنسا أسطولين إلى الساحل المصري وكان هذا الإرسال كافيا ليكف القوم وليستلحوا وليبتعدوا عن سباب الخلاف لكن للأسف الشديد ركب كل منهم رأسه ورفض أن يتنازل حتى مع إرسال الأساطير الإنجليزية وفرنسية إلى السواحل المصرية وفي هذا النذير كبير لخطر محدق قادم لكن ما كان هناك فائدة وأصر كل فريق على موقفه ما وجد البارودي حلا إلا أن يستقيل لأن الأمور موقفة ومعطلة كانت الوزارة جيدة وبدأت تشتغل في أمور في مصلحة الشعب وبدأت تحقق بعض القضايا الجيدة لكن وصلوا لهذا المنعطف الخطير والمأزق الكبير ووجد البارودي الأفضل له أن يستقيل فاستقالت الوزارة وصارت الحربية أو الجهادية بدون وزير أحاول بعض الأعيان أن يقنع الخديوي بإعادة عرابي ليكون وزير الحربية لأن عرابي حتى بعد استقالة الوزارة الضباط ضباطه والولاء له ويعني ما يقبلون إلا أن يأتي هو من جديد فرفض الخدايا ورفض ضنباتا طبعا الإنجليز من ورائه والفرنسيون إلى آخر كما معلوم هنا ذهب بعض الأعيان الخداوي وأقنعوه بأن الأم في خطر وأن القضية خطيرة وينبغي أن توافق على عرابي فوافق مكرها مبطنا السوء له وافق أن يعين من جديد وزيرا للجهادية كما كانت تسمى أي الحربية ورئيس الوزراء عينوه ليكون راغب باشا راغب باشا رئيس الوزراء ضعيف جدا لا حوله له ولا طول والبلاد تحيط بها الأساطير الإنجليزية والفرنسية من ناحية البحر اسكندرية والبلد في مأزق كبير هنا أرسلت الدولة العثمانية رجل اسمه درويش باشا درويش باشا رجل حازم لكن أرسلته من أجل النظر في المشكلة لكن لما أرسل ما عنده صلاحيات لتعديل الوضع وللنظر في القضية نظرا جازما حاسما لما سمع الأهالي بأن درويش باشا قادم لأجل فصل ما بين الخديو والشعب في الحقيقة من مشكلة الشعب كله كامل العرابيين بالمناسبة تقريبا العرابي أذعن أنه لن يوافق على أوامر السلطان وأنه سيقارم كل غزو لمصر وهذا أيضا خطأ من العرابي أنه يعنن هذا الإعلان وكان يبطنه بطريقة ألطف وأحسن التف العلماء طبعا والأعيان في مصر والشعب عموما كله حول الوزارة ورفضوا أن يقيلوا عرابي وطلبوا طلبا جازما أن يقال الخديو توفيق لما جاء درويش باشا استقبله العلماء والأعيان بمعروض في عشرة آلاف توقيع تطلب إبقاء عرابي والعرابين عموما وطرد توفيق من الخديوية العلماء والأعيان فإذن قضية قضية خطيرة تلطف بهم درويش باشا وتلطف أيضا بالخديو وحاول أن يوفق بين الاثنين والأمر يا إخوة يا أخوات ليس أمرا أمر توفيق الآن أمر حسم وحزم لكن الرجل ما كان يملك يبدو الصلاحيات ليحسم ويحزم أمره في هذا القضية الذي حصل أن فرنسا معالجة الموقف طلبت أن يكون هناك مؤتمر في الأستانة في إسطنبول يضم ستة دول كبرى مع الدولة العثمانية لنظر في مستقبل المسألة المصرية وموصلت إليه طبعا الذي دعا فرنسا لهذا ليس من سواد عيون المصريين لكن من أجل محافظة الحقوقها وحقوق أموالها ودائنيها وأيضا المحافظة على أرواحي الأوروبيين الموجودة في مصر استجابت الدول سريعا لهذا وجاءت روسيا وإنجلترا وفرنسا ونمسا وألمانيا وإيطاليا ستة دول اجتمعت في القسطنطينية إسطنبول في مايو 1882 سنة 1299 الهجرة هذه الدول رفضت الدولة العثمانية أن تدخل معهم في الاجتماع ويا الأسف الشديد الاجتماع موجود على أرضها وفي بلادها وفي عاصمتها وتركت القوم يقررون ما قرارات وأرسلت درويش باشا إلى مصر كما سبقا ذكرت لكم فماذا يغني إرسال درويش باشا والقوم دول كبرى في العالم مجتمعة لتعالج القضية وأنت يا دولة العثمانية ترفضين أن تدخلي في هذا المؤتمر بدعوى أن العثمانيين رأوا أن مسألة تحمل كل هذا هم محقون مسألة تحمل كل هذا وزارة مصرية نشأت نشأت بينها وبينها الخدي وخلاف يحل خلاف داخلي يحل فيرسل درويش باشا ليحل الخلاف فلماذا اجتماع ستة دول ومرأة الدولة العثمانية لا داعي لهذا الاجتماع لكن لما كان الاجتماع منعقدا بكامل حكمة أن تدخل فيه الدولة العثمانية من البداية وتتحدث مع الناس لأسف شهيد قاطعت الدولة العثمانية هذا الاجتماع إلى أن ضربت الاسكندرية وهذه مدة طويلة وطويلة جدا أثناء ذلك حدث حادث في مصر أيضا في الاسكندرية كبير هذا الحادث ثبت أنه بتدبير الإنجليز كأن هناك رجل مالتي ومالتي أوروبي من أحد طبقات أوروبا مالطة مش هو رجزيرة هذا الرجل كان أخا لخادم يعمل في القنصلية البريطانية في الاسكندرية حتى تعرفوا المؤامرة كيف كانت هذا الرجل المالتي أخ لخادم يعمل في القنصلية البريطانية في الاسكندرية استأجر أكرمكم الله حمارا من الحمار وسار معه طوال اليوم في الاسكندرية يتنقل من مكان إلى مكان فلما انتهى أعطاه قرشا ونزل يعني ثمن بخص طوال اليوم الحمار معه بحماره فرفض أن يأخذ الأجر وراها قليلا وهو محق الحمار فما كان من المالتي لأن أخذ سكينا وطعن الحمار طعنات أردته قتيلا ثار أصحابه وقيل أن كان في مجموعة من البدو منتظرة بتدبير من الإنجليز منتظرة في اسكندرية في السوق لما يبدأ تبدأ الثورة على المالتي يتدخلون وفعلا كان معهم العصي وبدأ يضربون الأوروبيين في الشوارع ويقتلون بعضهم هؤلاء البدو فرد عليهم الأوروبيون بطلقات نار والمالتيون واليونانيون موجودون بطلقات نار من البيوت وقتل في هذه عدد كبير من المصريين وعدد من الأجانب الأوروبيين وصار تدابير المعركة ما أخبر بها عرابي ومركز الأمن إلا بعد أربع ساعات من وقوعها وكان يمكن من البداية أن يخبر بها عرابي وترسل قوة سريعة لتفضل اشتباك كل هذا كان مدبرا أيها الأخوة والأخوات واضح التدبير فيه بشكل كبير ولما صار هذا وصار هذا الموت كله في صوف المصريين وصوف الأوروبيين اتخذت الدول الأوروبية ذلك تكأة أيضا لمزيد من الضغط وإظهار أن عرابي لا يستطيع الحفاظ على أمن الأوروبيين في البلد وأن أرواح الأوروبيين في خطر مسأل كل الدور على الأوروبيين وكأن الشعب المصري هذا النسكين ليس ببشر وليس بأناس لهم مصالح ولهم مطالب المهم اجتمع القوم في اسطنبول في هذه الأجواء الصعبة المنذرة بمشكلة الخديو بينه وبين وزير حربيته عرابي أحمد عرابي باشا ما بينهما الصلح كان وهميا كل منهما كان يبطن السوء للآخر وإن كان ابطان السوء من قبل خداوي أكثر وأقوى الشعب كله يطالب بعزل الخديو توفيق من أعيان وعلماء وعامة وفلاحين طبعا الخديو توفيق هنا ذهب إلى اسكندرية واستقر فيها في حركة مشبوهة ودع عرابي عرصيف المحطة في القاهرة وذهب الرجل إلى اسكندرية نعود إلى اجتماع الدول الدول اجتمعت وقررت أن ترسل الدولة العثمانية تجريدة تسمى يعني جيشا سريعا إلى مصر يحفظ قناة السويس طبعا يريدون حقوقهم في القناة وسفن تجارية تمر في القناة كلها جشع جشع مالي وعدم النظر لمصالح الشعوب الحقيقية تحمي قناة السويس واسكندرية وبورسعيد لكنهم طلبوا يعني انجلترا بالذات طلبت من الدولة العثمانية تنزل في موانئ معينة وتغادر من موانئ معينة بعد مدة فبحيث لا تخرج عن هذه الموانئ في نزولها على مصر وتبقى وتبقى مدة معينة ثم تخرج رأى الدولة العثمانية رأت أن هذه مطالب كيف توجهها إليها انجلترا وبأي حق ومصر تحتها اسميا على الأقل فطلبت الدول الأوروبية من انجلترا تخفيف اللهجة وخففت لهجة البيان تفعل كذا وكذا الدولة العثمانية ظلت تدرس الموضوع وترددت فيه ترددا طويلا أما أساب التردد ولماذا صنعت الدولة العثمانية هذا وما هي عاقبة هذه المجموعة المجتمعة في اسطنبول سأتي عليها ان شاء الله تعالى بعد الفاصل فابقوا معنا يا الاخوة والأخوات السلام عليكم مرة أخرى يا الاخوة والأخوات بعد الفاصل كنت قد انتهيت إلى أن هناك مؤتمرا في اسطنبول عقد باجتماع ستة دول كبرى روسيا انجلترا فرنسا نمسا إيطاليا ألمانيا والدولة العثمانية اعتزلت هذا المؤتمر ويلا العجب واكتفت بإرسال درويش باشا إلى مصر لينظر في أسباب المشكلة بين الخديو وبين العرابين بل بين الخديو وطبقات الشعب في مصر الذي حدث أن درويش باشا ذهب وحدثت مشكلة المالطي والحمار أثناء وجوده وما استطاع أن يخرج بنتيجة وإلأسف الشديد مجيئه إلى مصر لم يقدم شيئا ولم يؤخر وعاد إلى اسطنبول مقتنعا بأنه ليس هناك مشكلة حقيقية فقط الإصلاح لكن الإصلاح لم يقم به يعني الرجل كان بين خيارين أثاث لهما إما أن يطلب من عرابي طلبا جازم مهددا له بالاستقالة والخروج وترك الأمر لشخص آخر وكان هذا حلا معقولا نوعا ما لو وجد شخص مخلص يعني آخر يكون في محل عرابي فدرءا للفتنة وقمعا لها والأساطيل الأساطيل الإنجليزية والفرنسية كانت موجودة في الإسكندرية ورآها بنفسه ونزل ميناء الإسكندرية درويش باشا في وسط أساطيل مجتمعة صعبة فكلا بد له أن يحسم إما أن يطلب من عرابي مغادرة الوزارة وبقوة وبحزم وحسم ويخرجه إخراجا قسريا ان رفض ويأتي بشخص مخلص ليتولى مسألة الوزارة ويحل أو أن يعزي الخداوي ويطلب من خداوي مغادرة البلد لكن لا هذا صار ولا هذا صار يلاحل المشكلة مشكلة العرابيين وتحمسهم الشديد وإخلاصهم الكبير الذي أدى طبعا إلى تجاوز الحدود وسأتي تقويم عرابي ليس هذا وقته ولا حل مشكلة الخداوي وأمره مثلا بأن يلزم قصره أن يتنحق أو أن يأتي بشخص آخر مثلا عوضا عنه لم يحصل هذا ولا هذا وكان الأفضل يعني أن يتحرك تحركا غير هذا رجع الرجل ولم يحصل على شيء في الحقيقة كان الواجب على الدول العثماني أنذاك أن تدخل في المؤتمر إذن بقوة وأن تتحكم في مجالات الأمور أو على أن تقود المؤتمر على الأقل يعني قيادة حكيمة إنجلترا بدهائها ومكرها وكيدها اتفقت مع الدول الأوروبية أن تطلب من الدول العثمانية أن ترسل جيشا قوامه خمسة ألاف رجل على الأكثر لأنهم يخشون من جيش الكثير أن يعني يقلب الأوضاع في مصر ويعيدها ولاية عثمانية كما كانت قبل محمد علي فيخشون من هذا طبعا فيبقى خمسة ألاف شخص خمسة ألاف جندي يبقون في حماية لقناة السويس وكذا ويحلون المشكلة ويعودون إلى بلادهم بعد شهر أو نحوه بعد أن تحل المشكلة الدولة العثمانية رأت أن هذا ليس بحل وترددت في ذلك ترددا كبيرا للأسف الشديد يعني هذا التردد أدى بعد ذلك إلى يعني ما حدث وإلى ما لا يحمد عقباه كما يقال من مشكلات كثيرة وكثيرة جدا جرت بسبب ذلك التردد من قبل الدولة العثمانية اكتفوا كما قلت لكم بتقرير هذا التقرير وأرسل يعني حصل تناقض عجيب من السلطان عبد الحميد السلطان عبد الحميد حقيقة أن أحبه وأجله لكن ما أدري لماذا عمل هذه القضايا التي عملها ولماذا أخفق هذا الإخفاق في حل المشكلة هل لأن الموضوع كان أكبر منه هل لأن القضية كانت خطيرة إلى درجة أنه رأى أن لابد من التريث والحكمة فيها لكن التريث هذا ساق إلى تردد طويل وجر علينا بلاوي بعد ذلك كبير جدا يعني ما أدري ماذا كانت المشكلة السلطان عبد الحميد أرسل نيشان تكريم لعرابي و لما بعد ذلك تأخرت القضية في الحسم وقبلت الدولة العثمانية الشروط الدول الستة في أن ترسل تجريدة جاء اللورد دوفرين الذي كان يقوم بكل المحادثات مع الدول الستة ورفض أن ترسل للتجريدة قبل أن يعلن السلطان عبد الحميد منشور إعلان عصيان عرابي طيب وأنم عليه بالنشان لكن الطر تحت ضغط الإنجليز أن يعلن عصيان عرابي باشا ويطلب من المصريين ألا يطيعوه ويطلب من الجيش ألا يطيعه في أشد الأوقات حرجا في مصر بل عندما قاربت إنجلترا أن تضرب الإسكندرية إلى هذا الحد يعني من الهوان والتردد جرى على الدولة العثمانية وسلطان عبد الحميد للأسف كان هذا أحد أخطائه الكبرى في معالجة القضية ستة عشرة جلسة يا أخوة عقدت في إسطنبول ستة عشرة جلسة الدولة العثمانية متحضر ربما إلى جلسة الأخيرة فقط ويعني في تردد طويل حيال المشكلة المصرية قرابة ثلاثة أشهر قضية يعني شعرين ونيف بقوا يجتمعون يعني بشكل متواصل قبلت الدخول بعد فوات الأوان كما قلت لكم استجابت لمماطلات اللورد دوفرين اللورد دوفرين كان هناك وزيخ خارجية كان هناك وزيخ خارجية في بريطانيا اسمه جرانفيل اللورد جرانفيل كان هناك مباحثات معه ومع اللورد دوفرين في المماطلة قدر الإمكان إلى أن يتمكن الإنجليز من الضرب الإسكندرية واحتلال مصر وهذا الذي جرى جرت مماطلات وكيديات ورفع تقارير الدولة العثمانية تخفى بعض التقارير تظهر بعض التقارير الأخرى تسحب بعض التقارير لمزيد من التعديل شروط معينة تفرض الدولة في آخر لحظة مثلا شرط إعلان عسيان عرابي لم يكن موجودا عند الدول الستة كلها ولم يكن موجودا في كما يقال في برنامج الاجتماع أو أجندة الاجتماع فرضته بريطانيا فجأة على الدولة العثمانية لمزيد من مماطلة لمزيد من كسب الوقت فكانت المفاوضات تقوم على أساس المماطلة وكسب الوقت للأسف الشديد لما استجابت تركيا لهذه المطالب أظهرت بريطانيا بعض التردد وحتى أن لما بدأت الإسكندرية تضرب في الاحتلال بدأ يضربون في الإسكندرية في الاحتلال الإنجليزي لمصر حتى بعد ضرب الإسكندرية ما زالت اللجنة مجتمعة ويعني للأسف الشديد لما ضربت الإسكندرية وابتدأت مدن القناة تحتل مدينة بعد مدينة احتلت بورسعيد والسويس وكذا تدى الدولة العثمانية تتحرك ورجاها رجوا إنجلترا أن تخرج وأن تحل الأزمة وكذا هنا بدأت إنجلترا تظهر الإزدراء الكبير لمطالب الدولة العثمانية حتى أن اللورد دوفرين قال لمندوب السلطان العثماني وأين كنتم من قبل كنا نريد أن نتفاهم معكم نتكلم معكم وأنتم لا تريدون أن تفاهم معنا أين كنتم من قبل وقال له في وقت آخر قال له أما أن السلطان يلتمس من إيجاد مخرج فهذا الالتماس ليس بأمر يستحق الالتفات إليه انظروا كيف الإزدراء ليس أمر يستحق الالتفات إليه لكن لو كان مطلبا قائما على أمور في واقع الحال كان هذا جديرا بأن نمعن النظر فيه إزدراء واحتقار وكانت الدولة العثمانية الأسف هي سبب في هذا لأن هي التي تأخرت وتأخرت جدا في التدخل أولا البداية المؤتمر عقد على أرضك في شأن بلدك مصر وهي تحتك في الحماية يعني حماية العثمانية كان يفترض أن لا يوافق أصلا على عقد المؤتمر إلا بوجود دولة عثمانية ثم أن يكون هناك خطوات متوافقة مع الدول كلها حتى كيف نحل المشكلة تصوروا أن مجرد كان إرسال خمسة آلاف جندي عثماني إلى مصر كان كافيا أن يقنع الدول الستة بالحفاظ على أرواح الأوروبيين وحفاظ على قناة السويس وحمايتها من أي اعتداء وانتهى الأمر لكن أسف الشديد هذا التردد الذي كان سمة للحكم العثماني في نهاياته ما حصل هذا وبقوا يعملون ويتفقون مع بعضهم بعضا ويسرون لمصر كل السوء يبطلون لها كل الشر والأسفل ما جرى شيء من قبل دولة العثمانية ولما بدأت تتحرك تحركت متأخرة كعادتها بعض المؤرخين يقول أنها كانت مصممة على أن ترسل تجريدة لكنها طلبت مئة ألف جنيه من أجل إنفاق على جنود ما وجدتها وعندي هذا يعني أنا في الحقيقة ما أرى أنه يعني عذر مناسب لدولة عظيمة مثل الدولة العثمانية ولو كانت في آخر أيامها كممكن تتصرف بصورة أو بأخرى طبعا الذي حصل أن لورد جرانفل بعث برسالة للورد دوفرين في إسطنبول يقول اسمعوا إن حكومة جلالة الملكة أي ملكة إنجلترا لم يعد لها مفر من استعمال القوة في القضاء على حالة أصبح السكوت عليها مستحيلا القوة يعني في مصر وفي رأيها أن الأصلحة والأقرب إلى مبادئ القانون الدولي والعرف اسمعوا هذا الذي يبكي وينكي أن يكون الجيش الذي يستخدم في هذا الغرض هو جيش الدولة صاحبة السيادة يعني جيش الدولة العثمانية هذا اللورد جرانفل وزير خارجية إنجلترا يقول هذا الكلام فإذا لم يتيسر ذلك طرق أخرى طرق أخرى يعني فرض القوة عن طريق الدول الأوروبية على رأسها إنجلترا هذا التردد هو الذي ساقنا إلى ما ساقنا إليه في هذه الظروف العصيبة في هذه الظروف العصيبة انسحب الأسطول الفرنسي من المياه المصرية مع أنه كان المصريون يعاولون كثيرا على الفرنسيين كان هناك علاقات وثيقة بين مصر وفرنسا وكان هناك نوع من العطف تظهر فرنسا حيال القضية المصرية وأنا أرى أن هذا عطف كاذب أنا أرى أن هذا عطف كاذب جربنا فرنسا طويلة في كل مكان في جزائر في سوريا في لبنان وجدنا من أسوأ الدول التعامل مع المسلمين فهذا عطف كاذب والدليل أنها انسحبت في أشد الأوقات صعوبة سحبت أسطولها من المياه أمام اسكندرية وتركت إنجلترا منفردة مع المصريين وفماذا جرى بعد ذلك الإخوة والأخوات جرى أن ضربت اسكندرية واحتلت مصر بعد ذلك في حادثة من أشد حوادث الدهري صعوبة على النفس وعلى القلب ومن أشد حوادث التي يتضح فيها استهانة الكبيرة بالقانون الدولي كما يسمى الآن والتاريخ عيد نفسه احتلت العراق بالأسباب نفسها احتلت أفغانستان بالأسباب نفسها أيامنا هذه يعني اليهود أخذوا فلسطين واستمروا فيها بالأسباب نفسها اليوم الناس هذا وسأذكركم تفاصيل هذا الأمر المحزن إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته